قم وأسأل التاريخ قم وأسأل التاريخ قم وأسأل التاريخ ومحسب الوطاء عن جواب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم محزنة جدا قضية الحسين ومن معه رضي الله عنهم أجمعين ولكننا أيضا نريد أن نضع النقاطة على الحروف نريد أن نعرف حقيقة من الذي قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وقبل أن نخوض في هذا الموضوع نقدم بمقدمة نقدم بمقدمة نتعرف قليلا على أهل الكوفة الكوفة التي لم ترضى بوال قط الكوفة التي عزل منها سعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وسعيد بن العاص والوليد بن أقبة الكوفة التي آذت علي رضي الله عنه وآذت الحسن والكوفة التي ستسمعون عنها ما يزعجكم ولكنه التاريخ وينبغي أن يذكر التاريخ كما هو عندما نتكلم عن الكوفة لا نقصد أهل الكوفة الآن فلا تزر وازرة وزر أخرى وإنما نتكلم عن الكوفة في ذلك الزمان في ذلك الوقت في تلك الأيام نستمع إلى آراء أهل البيت في الكوفة هذا علي رضي الله عنه يقول عن الكوفة ولقد أصبحت الأمم طبعا أنا حرصت في هذه النقول التي سأنقلها الآن على أن لا أنقل إلا من كتب الشيعة هذا علي رضي الله عنه يقول عنه أنه قال ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها يعني الراعي اللي هو الحاكم وأصبحت أخاف ظلم رعيتي أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحية لودت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين صم ذو أسماع بكم ذو كلام عمي ذو أبصار لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء هذا في نهج البلاغة في الجزء الأول صفحة 87 و100 الحسن ابن علي ماذا قال عنهم؟ قال يا أهل العراق ويقصد أهل الكوفة طبعا يا أهل العراق إنه سخي بنفسي عنكم ثلاث قتلكم أبي وطعنكم إياي وذلك إنه طعن الحسن في خلافته من أهل الكوفة قال وانتهابكم متاعي وهذا في كتاب شيعني الحسين صفحة 83 و200 الحسين بن علي أرسل إلى أهل الكوفة أو أرسل أهل الكوفة له إنما تقدم على جند لك مجند إن لك في الكوفة مئة سيف إذا لم تقدم إلينا فإننا نخاصمك غدا بين يدي الله وهذا فيما لحمت فجعة الطف صفحة السادسة وقال الحسين للجيش الذين خرجوا لقتالهم قال تبا لكم أيها الجماعة وترحا حين استصرختمونا ولهين مستنجدين فأصرخناكم أي استجبنا لندائكم سللتم علينا سيفا في رقابنا وحششتم علينا نار الفتن التي جناها عدونا وعدونا وعدوكم وهذا في كتاب على خطى الحسين صفحة ثلاثين ومئة وقال كذلك اللهم احكم بيننا وبين قومنا دعونا لينصرونا فقتلونا وهذا في منتهى الآمال علي بن الحسين قال يا أيها الناس نشدتكم بالله هل تعلمون يخاطب أهل الكوفة هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيع وقاتلتموه وخذلتموه فتبا لكم لما قدمتم لأنفسكم وسوأة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي وهذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي زو الثاني صفحة ثنتين وثلاثين من الذي باشر قتل الحسين هذا هو السؤال الذي طرحناه في البداية الذي باشر قتل الحسين شخصا على المشهور سنان بن أنس النخعي وشمر ابن ذي الجوشن والذي أمر بهذا أمرا مباشرا هو عبيد الله بن زياد وهو الذي فرح به إذن هؤلاء ثلاثة من الخبثاء الذين باشر قتل الحسين اثنان باشر وثالث هو الذي أمر بذلك هل تعلمون أن شمر ابن ذي الجوشن كان في جيش علي في صفين كان من علي في صفين في جيش علي من أنصار علي من شيعة علي وعبيد الله بن زياد كذلك كان في جيش علي في صفين من شيعة علي وأما سنان بن أنس فوالده أنس بن النخعي كان أيضا في جيش علي في صفين فشيعة علي هم الذين خرجوا على ولده الحسين وهم الذين قتلوا باقر شريف القرشي يقول إن الكوفة كانت مهدا للشيعة إذن هي مستقرة مستقرة الشيعة قال إن الكوفة كانت مهدا للشيعة وموطنا من مواطن العلويين وقد أعلنت إخلاصها نعم إخلاصها وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواطن وهذا في حياة الإمام الحسين جزء الثالث صفحة اثنتين عشرة أما جواد محدثي فيقول وقتل الحسين عطشان في كربلاء قرب الكوفة وعلى يد جيش الكوفة إذن جيش الكوفة هم الذين أعلنوا ولاءهم هم الذين قتلوا الحسين وهذا في موسوعة عشرة بالجزء التاسع صفحة تسعين وخمسين حسين كوراني يقول إن الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين يعني ليست مجرد خيانة بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء وحرب الإمام الحسين وفي كربلاء أو في كرب وبلاء في كرب وبلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن مثلا نجد أن عمر بن الحجاج الذي برز بالأمس يقود جيشا لإنقاذ العظيم هان بن عروة كان مع مسلم بن عقيل في الكوفة يبتلع موقفه الظاهر ليتهم الإمام الحسين بالخروج عن الدين انقلاب وهذا في رحاب كربلاء صفحة 60 وقال كذلك حسين كوراني ونجد موقفا آخر يدل على نفاق أهل الكوفة يأتي عبد الله بن حوزة التميمي يقف أمام الإمام الحسين ويصيح أفيكم حسين يريد قتله يقول وهذا من أهل الكوفة وكان بالأمس من شيعة علي وهذا في رحاب كربلاء صفحة 61 كاظم الإحساء النجفي يقول إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين ثلاثمائة ألف كلهم من أهل الكوفة ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري ولا أفريقي بل كلهم من أهل الكوفة وهذا في كتاب عاش وراء صفحة 89 محسن الأمين يقول في أعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 26 ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه إذن الذين بايعوه هم الذين قتلوه رضي الله عنه وأرضاه مرتضى المطهري فيلسوف الشيعة ماذا يقول في كتابه الملحمة الحسينية يقول مرتضى المطهري ولا ريبة في أن الكوفة كانوا من شيعة علي وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته وهذا في الملحمة الحسينية الجزء الأول صفحة 29 وقال أيضا مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة بعد مضي خمسين عاما فقط على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر محير ولغز أجيب وملفت للغاية وهذا في الملحمة الحسينية الجزء الثالث صفحة 94 مفاجئة هذه الاعترافات فعلا مفاجئة ترجمة نانسي قنقر